اشتركوا في القناة بتلقي بضلالها على العالم كله وأحياناً بيكون مصائبه قوم عند قوم من فوائده يعني احنا شايفين ارتفاع درجات الحرارة النهاردة في أوروبا بشكل كبير أعتقد أنه هو بيبشر بموسم تصديري لا بأس به في الفترة المقبلة عموماً التغيرات المناخية أعتقد أنها ستكون في صالحنا في الفترة اللي جاية أو في صالح المواسم التصديرية القادمة خلينا نعرف من حضرتك النهاردة الفكهة معروفة يعني احنا عارفين بورتقال وطفاح وكذا 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 لكن ايه الجديد النهاردة أو ايه دور البحث العلمي في مساهمتنا في رفع مستوى الانتاج وكمان رفع مستوى التصدير طبعاً الموضوع ده موضوع مهم جداً بس عايزين نتفي الأول على دور العلم أساساً في تنمية المجتمع هل في مجتمع بيان بدون علم؟ لا طبعاً لا طبعاً يبقى إذن العلم هو أساس التقدم والرقي طيب حضرتك كأعلامي ما تقدرش تعود في المكان ده وتتكلم إلا إذا كنت وحاصل على دراسات وتؤهلك لأنك أنت تدير جلسة زي دي المحامي ما يقدرش يقف قدام محكمة إلا لما يكون دارس قانون الطبيب ما يقدرش يمارس مهنته إلا لما يكون واخد بكرويس الطب والجراحة جميع المهن لازم تكون مؤهلة علمياً علشان تمارس وظيفته طب تعال للزراع الزراع ككل هل هذه القاعدة تنطبق على الزراع؟ طبعاً مما لا شك فيه يعني مما لا شك فيه أفضل فلاح النهاردة عارف يعني اسمات جديد وعارف يعني مكانة جديدة من يمارس من يمارس الزراع غير اللي بيوجه للزراع بمعنى أنا دلوقتي عايز أزرع مزرعة فاك أنا قبل ما أدخل بس معك في التفاصيل احنا معنا صور دلوقتي حية للرئيس عبدالفتاح السيسي وهو بيفتدح مجمع الأسمدة الفوسفتية إيه أنت شعورك إيه أنت أكتر واحد فينا ممكن تحس بإنجازها ده طبعاً دي حاجة عظيمة جداً إن مصر تنتج الأسمدة بتاعتها وكل حاجة خاصة بها ولا تستورد من الخارج أي شيء خصوصاً ونحن قادرون كمصريين على إن إحنا ننتج في بلدنا كل شيء أنا كأساس فكا بزعل أو لما لقي السوق موجود فيه سمر برقو سمر لوز عين جمال فوسدق أي سمر بتستورد من الخارج وإحنا هنا ببلدنا بنقدر إن إحنا ننتج فهذه خطوة عملاقة إن إحنا نكتفي ذاتياً كلمة السر في التقدم بتاع مصر في الفترة القادمة هي الاكتفاء الزاتي من كل شيء على قدر الإمكان صحيح إلا في حالات خاصة إلا برضو وراه البحث العلمي وبردو وراه العلمي وبردو وراه الأسلوب العلمي تمام كده أيها فاني طيب عايزينا النهاردة نسأل حضرتك يعني النهاردة لما أجي أنا أطور في فكهة أو أطور في خضار معين أو أطور يعني أوه التطوير بتبقى فبقى إيه اللي أنا عايزه من هذا التطوير إيه المستهدف من تطوير أصناف جديدة المستهدف أنا الوقت أحط نفسي مكان أي مزارع أنا بزر عليه علشان أنتك محصول يجيب لي عائد فلازم أفاضل ما بين إيه المحاصيل المختلفة اللي تديني أعلى عائد ممكن أحصل عليه صحيح مين يحدد هذا الكلام أليات السوق لا مش بس أليات السوق ده علماء الاقصاد علماء الاقصاد هم بيحددوا لي لأنه احنا اتفقنا على العلم بقى صحيح تعالى نتكلم علم اللي يحدد هذا الكلام هو مين علماء الاقصاد الزراعي دول ولهم مكان كبير جدا في العلم ولابد أن نستفيد من قدراتهم بمعنى أنا مزرع هذا المحصول في هذا الأرض حيديني عائد قد إيه حصرف عليه إيه طبعا احتياجات السوق وقاليات السوق دي حاجة دي يعني مفهومة وما فيهاش نقاش لكن مين بيحدد المحصول اللي بتزرعه لابد يكون علماء الاقصاد بيحددهم هذا المحصول ذو جدوى اقصادية ولا لا ده نمرة واحد نمرة اتنين هل المناخ بتاعي يصلح لإنتاج أعلى انتاجية من هذا المحصول ولا لا في المنطقة اللي أنا بتكلم على الزراعة فيها مين بيحدد لازم يكون علماء المناخ هم اللي يحددهم علشان أنا ممكن أزرع مثلا أي محصول في أي مكان لكن العائد بقى حبا إيه ده يتوقف على ملأمة الظروف الجوية ليه هذا الموضوع كذلك الظروف البيئية التربة هل تصلح ومدى صلاحيتها ماء الري هل يصلح ولا لا كل هذه العوامل لا يستطيع المزارع العادي ان هو يحددها ليس في إمكانه هذا لابد إذن من اللجوء للعلم والعلماء إذا لجأنا للعلم والعلماء هنجد إن إحنا ماشيين في الطريق السليم طيب إحنا لما أهملنا العلم والعلماء حصل إيه متوسط إنتاجية فدان الفكهة في مصر حاليا ستة واثنين من عشرة طن الفدان نظيره في الخارج بيدي تلاتة وأربع أضعف ليه؟ لأن ما اتبعناش الأسلوب العلمي في الزراعة زراعنا وخلاص زراعة عشوائية طب أنا عايزة أزرع مزرعة فكهة الكلام اللي أنا كنت بتديه تقوله في الأول بعمل إزاي؟ أنا معي إرشين اشتريت أرض يا فلان أنا عايزة أزرع مزرعة الفكهة دي طيب عايزة أزرع إيه؟ عايزة أزرع موالح موالح أهو اللي معروف بس المنطقة دي تنفع للموالح أخير إن شاء الله تشترينا آه تنفع قمنا جبنا الشتلات تعرفها بمشهر كويس؟ آه أعرف هاتل الشتلات ازرع زراعنا ماذا بعد الزراعة؟ فيه ناس فاكرة وفيه ناس فاهمة وللأسف إنهم يعني برضو على مستويات بيعتقدوا إن مجرد إن أنا حطت شتلت الفاكها في الأرض وديتها شت مية وديتها سماد على قد ما أنا عارف واخت بلد سيادتك إيه بقى إيه ده إيه؟ إيه بقى ديه زراعة طيب طلعت قد إيه؟ جابت إيه؟ أصيبت بقافات إيه؟ محتاجة تغزية إيه؟ وأنهم عاد؟ لا آه أنت عارف حضرتك أي عملية خدمة زراعية تتم في غير موعدها لا تؤتي بالصمار المطلوبة يعني أنا ممكن أصرف ولا أخدش عائد ليه؟ لأني صرفت بالكمية الغير مطلوبة في الوقت الغير مطلوب يبقى إذن أنا كده حصلت على محصول لكن هل ده المحصول اللي مفروض أحصل عليه؟ لا طبعا مش ده العائد اللي أنا كنت متوقعه بالظبط طيب النهاردة معوجود تغيرات مناخية كبيرة جدا أعتقد أنه هيكون البحث العلمي في مجالس تنباط أصناف جديدة مركز قوي على هذا الموضوع لأن حداك عارف دلوقتي بقى فيه تغيرات كبيرة جدا في المناخ بقى فيه ارتفاع شديد في درجات الحرارة حتى لما بنيجي عند الوقت اللي هو قبل الشتاء على طول فاصل الخريف بنلاقي درجات حرارة مرتفعة جدا الصبح ودرجات حرارة منخفضة جدا بالليل في نفس اليوم وحداك عارف قد إيه ده بيعمل صدمات للنباتات النهاردة هذه التغيرات المناخية سواء بارتفاع درجات الحرارة أو بالفرق بين درجات النهار والليل بقى بيحط العلماء أمام تحدي كبير جدا وهو نحن نوفر انتجية عالية في ظل هذا التغير المناخ الشديد وجهة نظر حدرك إيه وإيه الجديد وإيه المجهود اللي حداتكم بتقوم بيه عشان تتلفوا هذه المشكلة ده بيرجع بقى بينا إلى نقطة ان تخصصات المختلفة في العلم ديت بتفيدني في هذا الموضوع أنا كأستاذ فاكهة ما اتكلمش في الجزئية دي أنا أجيب من المتخصص اللي هو الأستاذ المتخصص في المناخ الزراعي الأستاذ ده ده شغلته أنه بيشوف لي كل البيانات بتاعت الأرصاد على مدى عشرات السنين في إيه اللي حصل فيها التغيرات التي تحدث وكذلك اللي حصل النهاردة إيه وفيه تنبؤات بما يحدث في المستقبل إلى حد ما فده بيتحدد بناءا عليه المنطقة دي أنا أتوقع أن الظروفها هتبقى شكلها إيه بناءا على ما بيحصلش تغيرات جوهرية بحيث مثلا المنطقة دي بتكون حرة جدا أبصة لقيها مثلا التغيرات حصلت أنها بقت بردة جدا لا التغير بيحصل في خدود فالتغير ده ما بيجيش فجائي كمان ده بيجي بالتدريج هذا هو عمل المجموعة بتاعت المناخ الزراعي وإحنا عندنا علماء في مصر في جميع المجالات والحقيقة قاعدة علمية محترمة ولكن يبقى الاستفادة منهم طيب إحنا بنبقى أحيانا قدام معضلة المزارع عايز يكسب أعلى مكسب في هذا الوقت من السنة وفي نفس الوقت أحيانا عشان خاطر المكسب بيخلينا ما نزرعش حاجات تانية أو أصناف تانية بنستوردها فيما بعد يعني عدم تطبيق الدورة الزراعية مشكلة كبيرة جدا موجودة عندنا في مصر يعني حضرتك عارف مثلا النبات زي الفول بييجي في وقت معين الناس كلها مش عايزة تزرع فول لاني يقولك أنا استفيد بالأرض أنا استفيد أنا مش عايزة تزرع فول وإحنا من أكبر مستهلكين للفول وبنستورده طيب إيه دور العلم بقى النهاردة إنه يحل معضلة زي دي النهاردة يطلع الفلاح من محصول لمحصول ويوفر له برضو الربحية المناسبة دور العلم إن أنا بعمل نموذج يحتزى بيه أنا مهما اتكلمت مع المزارع وأقوله ازرع كذا لأنه وحيد ديك فايدة أكتر وكذا وكذا كله كلام هو أنا لو ما كانه مش هغير من محصول إلى محصول آخر إلا لما شوف نموذج ناجح وده اللي احنا بننادي به وده على مدار حياتي أنا اشتغلت في كثير من المشروعات وكنت قبل ما ابتدي أي مشروع لابد أن أنا أعود مع المزارعين ونتكلم مع بعض أتكلم معهم بمنتهى البساطة وحاول أقنعهم أنت بتزرع المحصول ده ليه بتستفيد منه إيه طب ما تيجي تجرب المحصول الفلاني في مساحة محدودة أو أنا مثلا من خلال المشروع اللي بتموله الدولة أعمله نموذج قابل للتطبيق وأقول له تفضل أنا زرعت لك أهو تفضل شوف الناتج من هذه المساحة النموذجية هل يتطفق معك ولا لا المزارع بتاعنا مزارع زكي جدا ولما بيقتنع بحاجة معينة بينفذها وتوسع فيها فأنا لما أديره بس النموذج أنا دوري كعالم أن أنا أديره النموذج أقنعه عمليا مش بالكلام بالعمل أكيد طيب عايزين ننتقل مع حضرتك لجزئية تانية مش سهل أبدا أن أنا استصلح أرض ويمكن استصلح الأرض ده شيء مكلف جدا 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 ولكن نقدر نقول أن حيكون فيه دور للعلم لتعظيم الرقع الزراعية أو المساحة الزراعية أو تعظيم استغلال هذه المساحة عشان ناخد منها أفضل انتاجية إيه الجديد في هذا المجال بحيث أن أنا أستفيد وأعظم الاستفادة من وحدة المساحة في الأرض الزراعية أنا الوقت عندي قطعة من الأرض زي ما قلت لحضرتك في البداية علشان أختار المحصول اللي يزرع فيها لابد يكون من ناحية الاقتصادية مجزي عائده مجزي يكون الظروف المناخية ملأمة الظروف البيئية ملأمة وبعدين أبتدي أقول أستغل مزاحة الأرض دي إزاي إحنا زمان كأيام ما كنا بندرس في كلية الزراعة في خمسينة القرن الماضي كنا بنتعلم أن ما ينفعش أنك تزرع شجر فاكها وتزرع معها حاجة تانية اللي هو بيحملوا يعني حكاية التحميل دي يعني كنا بيعلمونا أن لا فاكها يعني خصوصا أنه كان سائد أياما مثلا تزرع مانجا وفستها إيه يوسفي يسموها التخميس كان يحصل أن يقولك إيه طبعا أنا هحط في المخمس اللي هي المسافة ما بين الأربع شجرات هحط شجر الخمسة في النص واحدة في النص وحشيلها حشيلها بس لما تقبل الشجر شوية وبتاعه ويصمر حشيل الشجرة في النص ما بيحصلش أنه هو بيتشال الشجرة في النص دي لأنه بلاقي نفسه أخذ محصولين اتنين وبتصعب عليها الشجرة اللي أنا زرعتها وجايبالي عائد فبقول لا حسبها كده النتيجة تبقى غابة من الأوراق اللي هي متدخلة والأغصان المتدخلة وبتحصل أنه الانتاجية بتقل للاتنين المحصولين لاتنين طبعا بنا من الدنيا ضليلت كده أمراض بكترة وفطرية بقى خلاص فكانوا أسازتنا بيعلمونا ما فيش حاجة اسمها تحميل لكن مع أن إحنا دلوقتي في متطلبات كثيرة إحنا زيادة السكان بتقتضي مننا مضاعفة استغلال وحدة المساحة فنعمل إزاي أنا عندي شجر فجأة موجود مثلا مسافة خمسة في خمسة يعني إيه خمسة في خمسة يعني خمسة متر بين الشجر أو الأخرى وخمسة متر بين الصفو والآخر أقدر أستغل لمساحة قد إيه الشجر لو حسبناه بيستغل لحوالي عشرين في المية فقط من مساحة البستان والباقي فاضح طب ما نستغل للباقي يعني مثلا الخمسة متر أخد منهم متر على يمين الشجرة ومتر على سر الشجرة مجيش نحيطه والمسافة اللي باقي هتكون كام؟ تلاتة متر يعني حرم الشجرة ده مجيش جنبه مجيش جنبه علشان ما يحصلش إن عاملات الخدمة للمحصول المؤقت تأثر على الشجر الرئيسي طبعا فالتلاتة متر دول أقدر أزرحهم أزرحهم بإيه بقى؟ حضرتك بتتكلم على الفول اللي إحنا بنستورده طبعا نزرع الفول كمحصول بين الأشجار وده بيحصل على فكر إن عملنا هذا الكلام في كثير من المشاريع وأقنعنا الناس به الفول البسلة الفاصولية الحاجات اللي هي المحاصيل ما تسمى بالمحاصيل البقولية حيسألناها نافعة للطربة طبعا العقد البكتريالي فيها شيء مفيد جدا للطربة حضرتك يعلم يعني بتجيب الناتروجين من الهوة تنزلو لك في الطربة فول فري مجانا سمد مجانا حضرتك الزراعي كده بقى ولا إيه؟ فبالزبط كده بتستفيد بين تثبيت الأزوت الجوي بالنسبة للشجر وبناخد محصول تاني وده المستورد فول من برة وأنا عندي أقدر أستغل المسافات البيانية في زراعة الفول ففي حلول كثيرة جدا لهذا المواضيع وعايز أقول بقى هنا دور العلماء أنا كعالم مش حاعد أستنى في مكتبي لغاية لما يجي للمزارع ويقول لي أعمل إيه لأنه يمكن ما يعرفش مكاني صحيح وبعدين أجهزة الإعلام معلش ما تزعلش مني بقى ما بنصلتش الدور الدوق على دور العلماء في البحث العلم عايزين لازم يكون فيه تكسيف لهذا الدور صحيح أنا وقود النهار ده هنا معلش أنا هقول لك أنا بقدم برنامج اسمه أبحاث علمية طيب يعني من المركز القومي للبحوث كل أسبوع عندكم بنصوه طيب ده كلام جميل حضرتك كخناة هنا متخصصة في الزراعة لكن فيه قناة تانية فضائية ما بيصلتش الدور على هذه المواضيع وهي أكثر مشاهدة ما تزعلش مني هو دي الحقيقة أقول لك على شر بقى إنك فتحت هذا الموضوع وبرضه فرصة سيد المشاهدين يفهموه القنوات ده دايما ده تبعة للدولة زي قناة مصر الزراعية باعتبارها تابعة لوزارة الزراعة أو قنوات ما سبيرو قنوات دي ما بتبقى شرب حية بيبقى الهدف منها إنها تقدم مضمون محتوى كويس غني مثمر يفيد الناس إنما القنوات التجارية الأخرى يعني دايما بالهدف منها رفع نسب المشاهدة وإنها تجيب أقصى نسبة من الإعلانات على حساب المحتوى ويبقى دايما المعلن متحكم في المحتوى بشكل أو بآخر عشان ما نتحكش على بعض ومن خلال الصورة الحلوة البراقة طبعا الناس بتصرف فلوس ده المستثمرين بيعملوا هذه القنوات ممكن كمان تخشين معلومات غلط وتتروج لنا منتجات مش مظبوطة وحاجات تضر صحتنا بشكل أو بآخر الواحد بيصعب عليه لما يشوف قنوات لها أسامي كبيرة وعملت جيف في تجدر التجميل وعملت جيف في منتجات مش عارف إيه لتقويت إيه وللي عايز يخلف وللعلاج العقم وخد الدوة ده يعني فيه هرج ومرج فيه الإعلام يعني دكتور أستاذ دكتور سامي أبو راية لفت النظر لموضوع مهم جدا موضوع الإعلام فعلا فعلا هو عايز أقول لحضرتك أنت برضو كإعلام اللي هو القنوات اللي هي الفضائية لو انتقت موضعات تهم المشاهد موضوع شيق يعني مش كل مواضيع الزراعية مملة لا فيه مواضيع وتهم برضو المشاهد وعايز يعرفه فيه والناس بتبقى عطشانة لمعرفة بعض المعلومات الزراعية والتي تهمها لأنها بتحتكي بها يوميا صحيح فإنت الإدارة المستنيرة بتختار المواضيع التي تهم المشاهد مش كلها تجميل وموثلين آه طبعا ده قطاع فيه بعض الناس بهتموا به هتم بقطاع آخر بس جعله نوع يعني شيق للمشاهد ولمشاهد هيقبل عليه نحن لحد نباتات الزينة عمد الله برنامج طيب بميك يعني لكل لكل مجالات الزراعة عاملتها وتعايز أقول لحضرتك أن دور العلماء برضو يعني زي ما ننتقد دور الإعلام بنتكلم على دور العلماء العلماء زي ما كانوا قاعدين فيه معاملهم وما بتحركوش يحلوا مشاكل المجتمع لكن طبعا في الفترة الأخيرة فيه اتجاه كبير جدا لأن العلم فيه صالح المجتمع العلم الذي لا يخدم المجتمع لا جدوى منه فإحنا نقعد نستنى في معاملنا أن يجينا المزارع ويسألنا نحن بالرحل هو المركز قوم البحوث له تجارب رائدة في هذا المجال كان فيه موضوعات زي مثلا التنمية الريفية كان فيه نوع تم اختيار قريتين اتنين تم تنميتهم من جميع النواع خلينا نتابع هذا الموضوع شايق جدا مع حضرتك السيد دكتور سامي أبو راية وخلينا بس الأول نتابع كلمة السيد الرئيس في افتتاح مجمع الأسمادة الفلسفاتية بالعين السخنة ونرجع تاني مع حضرتك نتابع مع حضرتك كلمة السيد الرئيس في افتتاح مجمع الأسمادة الفلسفاتية بالعين السخنة ونعود إليكم مرة أخرى تابعونا أعزائنا المشاهدين إذن هذه كانت كلمة الرئيس في افتتاح مجمع الأسمادة الفلسفاتية بالعين السخنة وعلى فكرة اللي ما خدش باله وكان متابع مؤتمر الشباب الأخير الرئيس قال أنا ما عنديش وقت للافتتاحات يعني ما عندوش في الإسكادي والبتاع أو في الجدل بتاع وقت الافتتاحات ده معناه إن إحنا فعلا عندنا كم كبير جدا من المشروعات اللي جهزت وخلصت وانتهت وبقت جهزة وفاضل بس إن السيد الرئيس يعني يشرفها بالافتتاح ده معناه إن في كم كبير جدا من المشروعات تم الانتهاء منه وده اللي نوه عنه السيد الرئيس دلوقتي ويمكن في هذه الكلمة المقتلبة اللي ألقاها السيد الرئيس وجه رسالة واضحة جدا إلى رجال الأعمال عشان يمدوا إيدهم مع مصر أنا حافطرت حسن إن هي وحقول إن فيه أمل في رجال الأعمال ولكن طبعا كان متوقع دور أكبر لرجال الأعمال في فترة اللي فاتت وهذا دور يعني ما حصلش بصراحة يعني ده شيء مهم جدا إن الرجال الأعمال فعلا يحطوا إيدهم في إيد مصر السيد الرئيس برضو قال كلمة عدة كده يمكن اللي مخدش باله قال أنا بمد لهم إيدي أو حساعدهم أو يعني واضح إن فيه نوع من أنواع الدعم هيحصل لرجال الأعمال عشان فعلا نبتري نشتغل ونمد إيدنا في إيد بعض وفي إيد بلدنا عشان ننهض بها للأمام مفيش حد حيبنلنا مصنع مفيش حد حيعمل لنا مشروع إحنا اللي لازم نشتغله بفلوسنا وبمجهودنا ونتعب ونوفر من قدنا عشان خاطر هذه المشروعات تقام هذه المشروعات مش في جيب حد على فكرة هذه المشروعات ده 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 لصالح دولة لصالح حضرتك وليصالح الأجيال اللي جاية بجدد الترحيب آآ بيضيفي العزيز الأستاذ الدكتور سامي أبو راية آآ أستاذ الفاكهة بالمركز القومي البحوث وآآ ما زلنا بنتابع حديثنا عن دور العلم آآ والبحث العلمي في النهوض بإنتاج الفاكهة بمسر أنا كنت عايز برضو أعلق على الكلمة اللي استمعنا إليها الآن وهي خاصة بنقطتين وردهم في الحديث فضل إفن نمر واحد الاستيراد الرئيس تكلم على الاستيراد حضرتك لسه كنت تتكلم في أول فقرة أنا سعيدت جدا أن أسمع عن نفس الكلام من سيادة الرئيس إن إحنا دلوقتي إزاي أستورد من الخارج سمار لوز وإن جمل وفوزدق وبحل الناس بمبالغ فلكية وأنا أقدر أزراء حب بلدي ولنا تجربة في هذا في سنتي كاترين أعتقد سنتي كاترين والسويس والإسماعيلية ويسرخنا قلنا يا دولة ساعدين في هذا رجال الأعمال عايزين أنا مع الرئيس أني لازم الرجال الأعمال يساهموا لكن في وزعية زرعنا فوزدق نعم زرعنا فوزدق زرعنا فوزدق وأسمر والوز وأسمر أعتقد عملكم زيارة بالضبط لا ده العملة اللي هو بيتابع هذه النقضة الزراعية في محافظته إحنا نجحنا وقلنا يا ناس ادونا يا جهات التمويل في البلد ادونا دعم علشان نعمل الاجتفاء الزياتي من هذا المحافظ يا رجال الأعمال رجال الأعمال أصلا أقول حضرتك حاجة رجل الأعمال بيدور على العائد إزاي أنا عايز أدفع المهاردة ألف جنيه أخدهم يعني ياريت مبارح لكن ما أمكنش يبقى بكرة الصبح مش عايز يستنى السنين على ما تطلع الشجر ده ينتج ويديني بعد كده هتديله عائد يعوضوا عن هو مش باسس لقدام هو بياخد امتيازات لفترة معينة من العمال هو الشوق قبل زعت المكسرات مثلا في سانت كاترين ده العائد منه يعني لو إحنا بنشتري اللوزن نهاردة بربعمائة جنيه كيلو واشتريناه بمئتين حنبقى في منتهى السعادة تقدر تشتري باربعين جنيه بيتباع هناك بخمسين جنيه الله ويبعول بعض بخمسين جنيه كيلو فعايز أقول لحضرتك إن الرئيس تكلم في حيطة الاستيراطي طبعا ساعة أجيسة الدولة بقى اللي هي فيها التمويل دي منفروض تمويل لغاية لما تنتشر هيجي ساعتها بقى رجال الأعمال يجروا جاري وينفزوا هذلك طيب أنا عايز أتكلم محرك في موضوع مهم جدا مرحلة ما بعد الإنتاج إحنا دائما معرفش ليه متعودين إن إحنا نصدر روماتيريال كده يعني على طول نطلع المادة الخام كده ونأم مصدرينها على طول يعني حتى ما نعملش عليها أي نوع من أنواع المعاملات في حين أن أبسط أنواع المعاملات على أي منتج تديره ضعف سعره على طول وإحنا بنصدر دي جزئية جزئية تانية اللي عايز أتكلم محركة فيها برضو حركة يعني تأيدني في ده أو لا فيه هالك كبير جدا وفيه هدر كبير جدا مثلا فيه فيه الكثير من المحاصيل فيه وقت اللي المحاصيل فيها بتبقى بلاش وحتى يعني بتتبع بقى أقل من سعر تكلفتها في السوق حلو نظرا لعدم وجود مصانع للتكفيف مصانع للمركزات يعني إحنا محتاجين ده قوي فعايز حركة تكلمني عن هذا الموضوع بما أننا عايزين نقلل فجوة التصدير حضرتك مسيت نقطة مهمة جدا كنت أعتزم الكلام فيها فأنت حضرتك يعني أتحتل الفرصة إن أنا وضح للوقت الزراعة عندنا ما يصحش تكون مجرد إن أنا زي ما حالك بتقول أنتج محصول وخلاص وانتهينا لأ ده مفروض فيه صناعات قائمة على الزراعة تستغل هذه المحاصيل في نفس البقعة اللي موجودة فيها الزراعة زي مثلا أنا زرع زتون يبقى لازم يكون عندي معاصر زتون في نفس المنطقة وكسف المسيحات في هذه المنطقة بكده أقدر إن أنا أوفر كتير جدا مين يقول إن أنا استورد زيت زتون من الخارج وزيت الزتون اللي عندي اللي طالع من بلدي لا مسيلة له الصناعات القائمة نشتري اللتر ب150 جنيه الصناعات القائمة على الزراعة أصبحت ضرورة فلابد من هذا طب مين برضو أقول دور العلماء في هذه الجزئية أنا المركز قوم البحوث عمل سياسة جميلة جدا في الفترة الأخيرة وهي سياسة القوافل في جميع المجالات يمكن المشاهد اللي ما يعرفش المركز قوم البحوث في جميع التخصصات العملية والعلمية زي طب زي زراعة زي هندسة زي طب أسنان زي صيدلة إلى آخره زي نسيق كل حاجة بذي تطلع قوافل من كل تخصص إلى جهات في داخل جمهورية مصر العربية في محافظات وهذه سياسة جديدة انتاجتها الإدارة الجديدة للمركز قوم البحوث في أن هي بتعمل هذه القوافل يروحوا لغاية المزارعين ويسألهم مشاكلهم ويبتدوا يكلموهم ويبقى فيه اتصال مباشر ما بينهم وبين بعض وده دور العلم وده المركز قوم البحوث ده قلعة العلم في الشرق الأصل أنا مش بقول ده لأن أنا بشتغل فيه وبيعتبر بيتي أنا بقول ده أن هذا هو دوره وهذا هو قدره أنا بشتغل فيه بقى كل يوم حد كل يوم حد هتلاقي لي موجود عندك هناك بصور أنا كل يوم حد بقى لي سنتين والله كل يوم حد عندكم بصور حلقة إنت حضرتك مشارة في المركز أنا بفخر بهذا المكان يا فاندي ما تتخيلش مدى السعادة اللي أنا ببقى فيها لما نروح وصور حلقة في المركز القوم البحوث بحس جد أن أنا في قلعة من قلعة البحث العلمي بكون فخور أو بالشباب وبالأبحاث اللي بشوفها هناك طب نظرة للفاكهة بقى يا أستاذ بحام لا نزورك بقى هناك إن شاء الله ونشوف بقى هذا الموضوع أهلا وسهلا أستاذ سامي أستاذ دكتور سامي أبو راية أستاذ الفاكهة بالمركز القوم البحوث أنا سعدت جدا جدا وزي العادة حضرتك دايما بتسعدني لما بتنور والله سعدت جدا بهذا شرف لنا يا فاندي وإن شاء الله أنا ألتقي بحضرتك في مركز القوم البحوث نسجل معك حلقة أهلا وسهلا بحضرتك أهلا وسهلا أعزائنا المشاهدين هنطلع فاصل ونرجع نستمتع مع حضرتكم بفقرة حوارية جديدة بعد هذا الفاصل تابعون